اعزائي مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقتين جديدة من البرنامج بتاعي عادي جدا في ايه؟ عادي انا قاعد بقلب على النت كالعادة قررت ان انا عايز ادور على شوية معلومات غريبة عن التصوير وبما ان انا بحب رقم سبعة جدا فانا جبتلكوا النهاردة سبعة معلومات غريبة جدا عن التصوير دايما كنت بستغرب بصور الناس بتاعت زمان الناس القديمة قوي دي اللي هما بتلاقيهم متصورين الصورة بتاعتهم سيريس جدا ما بيتحكوش مفيش اي اكسبريشن على وشهم هما بصين في اتجاه تاني كده وفردين ظهرهم بلمين جدا محدش فيهم بيتحك محدش فيهم بيعمل اي حاجة كنت بستغرب اكتر الصور بتاعت العيلة لما بتلاقي ان في عيلة اب وام مثلا والاطفال بتاعهم كلهم واقفين بصين للكاميرا بنفس الطريقة مفيش اكسبريشن على وشه مفيش اي حاجة كنت دايما بحس ان الناس دي ملبوسة او ان هما ناس كانت مخيفة مكانتش سريعة قوي زي كاميرات تقتل النهاردة الكاميرا بتاخد الصورة في جزء من الثانية دلوقتي وانت بتصور بيه لكن زمان كان ممكن الصورة دي عشان تتاخد تاخد لك ربع ساعة او تلت ساعة مثلا وانت بصص للكاميرا كده فكان اسهل حاجة ان هما يختاروا اكسبريشن او شكل الوشو هما يبقوش بيتحكو فيه لان انت اصلا لو حد قالك يضحك لمدة تلاتين ثانية ممكن وشك يتشند يجيلك شد في وشك فكانوا بياخدوا بوز سهل جدا ان هما يفضلوا محافظين عليه فكان ابسط حاجة ان هما ميتحكوش وان هما كمان ميبقوش بصين للكاميرا ياخدوا جنب تاني كده ولو بتسأل طب لو هما بياخدوا الوقت ده كله ازاي مش بيبربشوا فهاي الكاميرا كانت بطيئة جدا وهاي بتسجل الصورة لدرجة ان البربشة دي سريعة جدا بالنسبة لها فهاي ما بتسجلهاش زمان برضو زمان قوي نيكون وكانون كانوا صحاب كانوا هما اللان صحابوا بيلعبوا مع بعض كده وبياخدوا عدسات من بعض كانون كانت بيركب عليها العدسات بتاعت نيكون طبعا في كاميرات مش زاي بتاع النهاردة كانت كاميرات اسمها رينج فايندر وهي كاميرات فيها تكنولوجي اديمة جدا مفاش تكنولوجي اصلا مكانش فيه فيه موضوع المراي س насколько الفيوفايندر وكلام ده كله كانت فيه كاميرات من كانون بتدعم ان انت تركب عليها عدسة من نيكون يعني الماونت بيسمح بحاجة زي كده طبعا الكلام ده تلوقتي ما بقاش موجود الشركتين بيقطعوا في بعض حرفيا مصالح بقى فما بيدعموش اي حاجة من بعض بس في وقت ما في العالم كانت الكاميرات كانون ونكون بتقدر ان انت تتركب العدسات بتاعتهم على بعض لو سألت نفسك قبل كده ايه اوسع فتحة عدسة ممكن تشوفها في عدسة فانا هقولك كارل زيس عملت قبل كده عدسة فتحة العدسة بتاعتها 0.7 احنا مفروض اوسع فتحة عدسة ممكن تستخدمها مثلا 1.2 في شركات مثلا بتلاقيها عاملة فتحة عدسة في عدسات قديمة طبعا اا اف 1 بس دي كانت 0.7 فتحة العدسة دي كانت واسعة جدا وزايس عملت منها 10 عدسات بس اا كان في فيلم مرة تصور بعدسة زي دي كان في لقطات في الفيلم متصورة باضاءة شمعة بس فلك انت تخيل كمية الضوء اللي ممكن تخش في عدسة زي دي طبعا فكرة ان انت تصور بعدسة فتحة العدسة بتاعتها 0.7 مش حاجة يوزة بالخالص لان انت تدرس فيلد بتاعك او قمق الميدان بتاعك هيبقى صغير جدا فالفوكس تقريبا هيبقى مستحيل ان انت تفوكس على حاجة قريبة قبل المضة بتاعت السيلفي وبوز البطة والكلام اللي احنا عملناه كله في السنين اللي فاتت دي قبليه بكتير كده في قرن التسعتاشر واقوائل القرن العشرين كان في نوع من التصوير مشهور جدا يمكن كانت دي الصورة الوحيدة اللي ممكن تلاقيها الشخص بس هو للأسف انت كنت بتصوره بعد ما يكون مات كان ما بعد الموت تصوير ما بعد الموت كانت الناس الغنية بتصور الناس اللي ماتوا عندهم بعد ما يموتوا لان هو ما كانش يبقى ليه صور مثلا قبل كده فبيتصور صورة اخيرة قبل ما يدفن كده وتبقى دي الصورة اللي الناس كلها بتفتكروا بيها لو انت حس ان انت لما بتستخدم العدسات السيجمال ارت مثلا الخامسة وتمانين او المية خمسة وتلاتين او العدسة السبعين متين سواء كانت كانون او نيكون لو حس ان العدسات دي تقيلة على الكاميرا لو حس ان انت وانت بتصور بتحس ان ديك بقى تعبت من الشيل بتاع العدسة والكلام ده كله فخلينا اقول لك ايه قتال عدسة اتعملت في التاريخ كول زيز صنعت عدسة الف وسبعمائة ملي فتحت العدسة بتاعتها افور وزن العدسة دي متين خمسة وخمسين كيلو نظرا لان انت عايز تعمل عدسة الفوكاللينس بتاعها الف وسبعمائة ملي وفتحت العدسة بتاعتها افور فالك انت تخيل والعدسة دي بالأردر بس متين خمسة وخمسين كيلو مش عارف متين خمسة وخمسين كيلو دي اصلا مش عارفها تتنقل ازاي مش عارفها تترفع ازاي من على الارض انت عارف وانت بتفرج على الفيديو ده في 12 كاميرا هاسل بلاد موجودة على الامر من ساعة اول رحلة عملوها على الامر هما ما نسيوش الكاميرات دي هناك هما سابوها قصدين علشان ما كانش ليهم مكان بجد والله ما كانش ليهم مكان ياخدوهم معاهم وهم راجعين على الارض كان مكان الكاميرات وهي رايحة سابوا الكاميرات واخدوا مكانهم 25 كيلو جرام من الصخور اللي موجودة على الامر فسابوهم بقى هناك فاكر الموضوع بتاع ان الناس بتقعد تتصور فترة طويلة علشان الكاميرات كانت بطيئة ظهرت موضة ساعتها علشان الاطفال تقعد سكتة ان الام او الاب بتقعد الاطفال دول ان هما وهم قاعدين يلبسوا عبش اه يعني حضرتك لو انت معاك ابنك مثلا او معاك ابنتك فهتروحوا للستوديو هتبقى انت كنبة مثلا او هتبقى انت كورسي علشان تفضل مسك البيبي غير ما يتحرك يعني محتاج تخوفه لمدة 20 دقيقة فالحمدلله الحمدلله انت متولدتش ساعتها انت دلوقتي بتروح تتصور باحترامك الصورة بتتاخد في جزء من الثانية فاشكر ربنا اشكر ربنا عن النعمة دي كان زمنك كان با دلوقتي نيجي بقى الاغرب معلومة في الفيديو ده انت عارف ان انا لسه عامل جيفاوي والجيفاوي تفضل عليها اسبوع وهعمل السحب بتاعها هسيب لك لينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن او هيظهر لك هنا في الاي اللي ما بتبقى موجودة فوق دي في فرصة ان انت تكسب عدسة 50 ميلي بلاش نيكونا او كان انت اللي بتختار لو انت بتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ريت تعمل لي سبسكرايب ولو بتفرج عليه على فيسبوك ريت تعملي فول عشان توصلك الفيديوز الجديدة استنوني فيديوهات تانية اشتركوا في القناة